اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عكبيه وإن كان نسل كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديعا إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون إن أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابعوا كبلتهم وما بعضهم بتابعوا كبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتسو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مسيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطو بهما ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تتوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واهد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والسلس التي تجريس البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبس فيها وبس فيها من كل دابة وتطريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يأقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فأخرة كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هم منبخم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنذير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولى أولى ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبْ عَلَيْكُمْ إِذَا حَبَرْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة التاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحل لكم ليلة الصيان الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ألم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاءكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبياد من الخيط الأسواد من الفجر من الخيط الأسواد من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لأن لهم يتكون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوه إن الله لا يحب المؤتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا أدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اقتدى عليكم فاقتدوا عليه بمثل ما اقتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والأمرة لله فإن أهسرتم فما استيصر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به عزا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيصر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد الإقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الهج فلا رفث ولا فسوق ولا زدال في الهج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم زناه أن تبتغوا فدلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من هيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا هسنة وفي الآخرة هسنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الهساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الهياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاف الأرض سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الهرث والنسل والنسل والله لا يهب الفساد والله لا يهب الفساد فإذا كيل له التكلها أخذته العزة بالإثم فهسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز هكيم هل يعذرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وكدي الأمر وكدي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعَمَةَ اللَّهِ مِنْ بَأْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير الهساب كان النَّاسُ أُمَّةً وَاهِدَةً فَبَأْسَ اللَّهُ كان النَّاسُ أُمَّةً وَاهِدَةً فَبَأْسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ وَأَنْزَلَ مَأَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ وَأَنْزَلَ مَأَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَأْدِ وَمَاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَأَدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْمِ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا هَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَأَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ آمَنَ نَصْرَ اللَّهِ حَقْرِيبًا أَلَا إِنَّ آمَنَ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبًا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما والمساكن وبن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم الكتال وهو كره لكم وساء تكره شيئا وهو خير لكم وساء تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم آدينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم آدينه فيمت وهو كافر فأولئك حبتت عأمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا توقح المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا توقح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولأعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتهر فإذا تطحرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطحرين إساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فقدموا لآفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم آتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربث أربعة شئات للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربث أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربثن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أهق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموا حدهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعددوها فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره حتى تنكيح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظناء أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعبلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأضحر ذلكم أذكى لكم وأضحر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكفوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدات لا تضار والدات بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تفترضعوا أولادكم فلا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا مقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفطل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حسين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ليالهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم طر إلى الملأ من بني إسرائيلا بعد موسى إذ قالوا نبي لهم بأثلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسئ عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وابقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر مبتليكم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفتان بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يزنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهما الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبث أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفء الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فدل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة